الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد حديثا جميلا يدل أن من طبقه قام بعمل من التوحيد لله إليك هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حينما تقول سبحان الله أنت تعتقد وتقوم بحق الله في أنه ينزه في أنه ينزه عن كل نقص وحينما تقول الحمد لله فالحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم والله يحمد لأمرين لكماله في أسمائه وصفاته وأفعاله ولعظيم إنعامه وإفضاله على خلقه فأكثر يا عباد الله من هذه الكلمات من هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أكثر من قولكم سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله اعرفوا معاني ما تقولون فإن الأجر يعظم إذا علمت ما تقرأ وما تدعو به وما تذكر الله به لأنه يكون على يقين وثبات فالحمد لله على نعمة الإسلام وأن يسر أعمالا باللسان توصل العبد إلى رضا الرحمن اعتقد قلبه معناها وفضلها وحينئذ تحركت جوارحه التي منها اللسان فذكر الله عز وجل ليطمئن قلبه ألا بذكر الله تطمئن القلوب أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذاكرين له وأن يغفر لنا أجمعين وأن يجمعنا بنبيه في الفردوس الأعلى في الجنة والحمد لله رب العالمين